السلام عليكم شكرا شكرا الله صل و سلام و بارك على سيدنا محمد و على ايلي و صحبي اجمعين شكرا كيف العادة نبدأ و هيكا فيديو متاعنا بقيوة الصباح تحس كده تفرج في فيديو و هيكا واحدة تحضر في قهوتها ريحة القهوة وصلت منعرش كيفي و الا لكن نشوف واحدة تحضر في قهوة نمشي دي ريك نمشي نعمل قهوة موقعين و ما نشعر حصلوا اليوم خرجت الصغار مره هيكا تلقاني معاكم منصور بل ما يمشيوا صغار مره بعد ما يمشيوا صغار كل مره كيفي الهني خرجتهم صاي و مش نقعد نفطر هيكا على راحتي اليوم حبيت نبدل لهم شوية بحكم البارح عملتك الخبز طابونة عاد اليوم قلت مدام عنا خبز جديد نعمل لكا شوية زي زيتونة و عظم و كل عندي برشة ما عملت لهم مش لفطور هذا هي مدالفات لكل بسيسة بشكودوا بسيسة بشكودوا حتى الدروع تارفوا لتوا تستنيوا في فيديو الدروع على اساس شريط الدروع و نظفته و ركحته و شيحته و كل ياخي الرحاي محبش يرحي يولي قلي راهو شوية و اني خديت خديت طاصة معناه الدروع محبش نكثر خطني بش نخلطه بحاجة اخرى محبش نكثر ياخي قلي راهي شوية كمية هدية لا تترحى ليش نستنى بش ناخي كمية اخرى نمتع الدروع و نرحاها مبعضها ان شاء الله يابطل لكم الفيديو قلتك النوع شوية في طور الصباح مش ديما بسيسة و ديما بشكودوا و نعملها بساعة الدروع خاطر اكتشفت المهمة يموتوا عليه و على الاخر غصنك يبدأ بشامية الله غالب ما زلت مرحيتوش حاصلوا اليوم هكا بما انواع عندي الخبز و شيخوا عليه صغار الخبز قالوا لي ما حطنا شوية زيتونه و اعملنا عظم وهذا يهو فطور الصباح متاع اليوم وش ندخلوا دولة الكوجينة و ندخلوا القضية بحكم البراح زادة قتلكم لاني عملت الخبز لاني نسيق التراس و لحقيقة كوجينة معناه عملت له هيكا تسيقه خفافي دوبه هيكا صبيت شوية مي و خرجت بحثة قدت لكم البحراني خرجته كل ما كملش قضية الداء نظمتها اما بش نسيقه كل ما عنديش وقت كيفي و بصراحة تعبت شوية معاك الطابونة والبارح تقصص خونة على الاخر قلت ان شاء الله غدوة بما انواع عندي حط شيء حتى الماكلة بش نعمل مقارونة ساهل اني كنبدا عندي مقارونة والبشن طيب سوس مقارونة بنسبة ليه يعني هداكا التطيب ساهل عندي عندي تن تن الدياري كنهار سألتكم في الفيديو تعرفوا كل مرة نسأل و ما ننسى بش نحط هالمقطع في الفيديو حسألتكم قدريش من مرة على التن ما قولولي بمسالش خليني ناخو فكرة كي تاخذوا التن هداكا اللي ترانشة التن يعني يتاكل ولا يتصبر تنجموا بعد ما تحطوه في الكونجلاتور تصبروه الا لازم دي راكت تشريه مثال من المرشي ولا دي راكت يبدأ معنا تشريه حاضر و تصبروا دي راكت لخاطر ما عنديش فكرة كبيرة لحق عملتوا مرة بركة تن و نتذكر وقتها شريتها الحوتة شريتها و صبرتها دي راكت طيبتها و بعد صبرتها مازلت عندي سا شيء اخرى متاع تن و صغاري ما حبوهاش ما قبلوهاش فما كان سلما هيكا قبلتها شويه سيل انسوا سيل ما حبوهاش قلقوا منها بحكم صيف كامل صيف كامل ناخذ فيه تن قلقوا منه و قالوا لي ما عاش نحبوه بالرغم هو والله يبنين و زيد ما فيش كل نكهة متاع الحوت الخايبة لحقه يعجبني اني تن امام ولادي ما عاش يحبوه قلت بره لعمدي دوسة دي ما مش نسألكم دي ما مش نسألكم و ننسى نجم التن بعد ما صبرت و بعد ما حطيته في الكنجولاتور نجم نصبره و قال لا لا قلوا لي كان نجم توسة شيء اللي عمدي نمشي ننطيبها و نحطها لا نصبرها يعني نعملها تن حتى حقه يعني ما عنديش كمية كبيرة حتى حقه نعملها ياكلوها تن هكيك معاه هريسة و كل خير مالي طيقي ياكلوها مطبوخة لتن هذا وجهت لانية بش ننظف نخسل المعونات محالة ما عنديش برشة معون اللي فطرنا فيه فطور الصباح و كهو مديت الساشيمة على تن من الصباح بشتتحل و نخسل المعونات اللي عندي حبيت نقول لكم معيشكم على تعليقاتكم البارح والله ربي يخليكم لي قدش هكا تحسوا العب تقولش علي درا شنو عمل والله ربي يخليكم لي و ان شاء الله ما يحرمي منكم ان شاء الله في ميزين حسناتكم من قدشتها كل الوحدة تقلي نحن معي وتعليق منتحسسها و تقولش عليها عن حاجة كبيرة و كل ربي يخليكم لي و هني اختيت منها صقحة متاعكم اني الحلقتكم في الفيديو انه الخبز مش بش يجيني بيا خطر اول مرة في الطابونة و كل شي سيدين لازمتها مرة وثين وثلاثة طبونة بشكها تركح لك وتعملها بالبيو وليسألني مين اخذيتها ديجا صورت في فيديو اللي قبل الفيديو هداكا الصباح صورت احبطت لكم فيديو مني اخذيتها اخذيتها من ترفر فما حانوتها وكاديما حاطتهم البرة وموجودين البنات في الجم اللي يحب يمشي للجم ياخذ من غاديكا فما اللي قال يرهم موجودين اللي بتطفل غاديكا في الجم يعني تبدا صغيرة وتعطفل اني محابيش ناخم تعطفل ضد كبيرة خاطر ما ما نستحقش معلها طبونة كبيرة وبرش عليها بصراحة وما نرجم هيش نحب على واحدة صغيرة واصلا كنت بش نشري واحدة اصغر منك كنت بش نشري واحدة كيما الكسارونة تبش عليها كسارونة صغيرة ومبعد جيت الخام حاصيتها ياسر صغيرة حاصلوا بتوني مشي بنصاقح متاعكم بارشا بارشا عطاونينا هكا شوية نصاقح وصر مهنة كما نقولوا والله ربي يخليكم ان شاء الله يا ربي وان شاء الله ربي ما يحرمني ملكم وحليكم ومعصكم ومطيبكم وربي يخليكم تشجعوا الواحد حتى يبدأ هكا يبدأ باخل على برش حاجات ويبدأ هكا مهوش في ما عرفتو كل ما عندوش تاقة انو بش يعمل حاجات هكا كبار تعطيوه تاقة كبيرة نبدأ هكا نخمش ومش نصوره معاكم وشي الحاجة ليكا مشي تعجبكم انتوما هكا كلامكم يشجعني واني هكا عليا الافكار جديدة اللي نشجعكم ان شاء الله انتوما تشجعوني بالكلام واني نشجعكم بالفيديوهات لاني مديد الثون مديد الطماطم مفلفل بش نحضر السوس بالرغم من رهو بازال بكري لاني تقريب التسعة قلت خلي نرتاح من السوس نرتاح على الفطور بش نتلهي في الدار نعمل اللي وراي لكل عمدي دبش بش نطويه عمدي دبش بش ننشرو عمدي مسحان هيكا حابة نمسح نسيق البيوت البان ونمسحهم ونمسح ملاعبة بتاع الدار والصالة واشنو اخر بش نبدل فرشي بش نبدل فروشة الولاد نمحاله مش مش نبدل فروشة بش نحيهم نغسلهم ونرجحهم دي راكت بش نسيق الدراس بش نسيق الكوجينة اذاك علي قلت خلي نتهنى على الفطور اهم حاجة خطر صغار يروحوا يفطروا يرجعوا يقرأ لاني قصيد كعبة طماطم حبيت هيكا شتهيتها اليوم لحس التن من عرش في مطعم كي تعمل هيكا السوس بزايدة طماطم تحسها دي كدرك فنية مش كم الحوت العادي نعمل بها مقارونة ولا كتعم مقارونة بتجيش تحسها تقبل الطماطم قد ما تحبل اتحوط لها طماطم تقبل لك والمقارونة بالحوت لا ماذا بيك تعملها كمستبيضة ومش مستبيضة تعملها بالطماطم لكعب متكثر ليش طماطم ما حكا المرة اللي فيت عملت لها بزايدة طماطم هيكا كل شي منعرش حاسيتها قوية ولا كيفيش المهم المرة هذية قلت بشنا عملها كانت طماطم ما كعب دوبة شوية نحط طماطم عجونة بسيسا نحط مغرفتينة ثلاثة خطأني طيب كيلو المرة هذية بشنا نحط مغرفة ونباقي الكل طماطم كعب شوفوا لاني تفجعت قليت فلفل المرة هذية اهم حاجة عندي في المقارونة بالحوت لازم يتقليها بتاع الفلفل الخاطر هذيك تعطيك بناء تبدأ بتجيج مش مشكل تحبه متقليش متقليش خاصة كنت ترجع الفلفل السوس راهي تعطيك بناء مش نرمال خليطة مكعب والثوم يتقليوا على راحتهم خطأ تحب لهم وقت مش يتقليوا وخرجت لهنية للتيراس هاوكا طابونة كيما حطت قامس اول حاجة بش نلم التيراس يو خياني ها التيراس ولينا العاد نقعدوا فيه لشتيلة صيف نقول الصيف معناها سخونة على الخرم بالحق الصيف معادش فيه هيك الايامات تبرد شوية العشية وتخرج هيكة متنجمش مش تخرج تمشي اللي بحركة تقعد في عشوية مثال مش تقعد في الدار تحسها بالحق سخونة مثال تواصيف كامل قاعدت فيه مرة نتذكر اول الصيف ما زال وقت هجواء وقت جيت محذية بودور تعشينة في التيراس وكل قاعدنا فيه نتذكر مرة جيت محذية ماما وكل شي قاعدنا دوبة شوية هيكة لهني وبعد تخلنا تخلنا للصالة وقت هجيت محذية كاثر وكل حبو يقعدوا في تيراسي تمرجمش نقعدوا فيه قاعدنا في الصالة ارفتوا كل تقص في الصيف ما عادش عندك كل هيكة يمكن زادة بلصتنا هي اللي سخونة اما بلصتنا مايش بتاع انه مش تقعد في العشوية البرة اللي حاصلوا ولا ولا ما تروك صيف وشتيتي بدا بيرد والصيف يمتصخون برغم ايدي تحب معناها قاعدة هيكة البره وكل اما ملقيتش وقتاش ملقيتش وقتاش رفعت فيه المدة هيدي لكل ريح ممتها قداش تو الدنيا هيكة بالريح مهيش كما عم ناولوا قاعدها ضايا ابرك ريح قاعدته مثال اليوم صيقت التراس ارجع بالغبر والله الان ارف حاصلوا لهذه جبت جيت لك الصالة بش نمسحها شوية من الغبابر نحب نحي نحب نحي الاغلافات هادوما ونخسلها وبعد كده نسبع انه فما ريح وفما مطرن كل لوحة ليا زايد بش نمسحها بو زايد وعليها وعليها War Cache وحızنا منظر ونظر بعيدة ح weaknesses هذا uno أعرف قاعدة كاك قاعدة كاك ك منظرهم وحسنا معي مهي Wil Trig بترسل او الدراب كيفيش. خاصة برودة ريحة تبدأ فما ريح وكل عاد جماعة الحساسية كما حالتي عاد نبدأ ونتحركوا بالفش فيشة. يجي لخريفة منها نقولي نتكلم بخشمي. هكا هول هني لميتها لمين التراس اللي عاد انتعب روحي لنصيق زيت في زيت. نحب نحول اللباتات نحطهم تحت غديكة التين دا اللوح هذيك خاطر. كان هكا تركزه تتشوفه اللي تحت اللي قاعدين في الظل مستخضرين وكبروا. وهظوما اللي على الحيط الهني شايحين. شوفتوا التراب كيفية لبنتها. رفتوا حتى جي تقعد فتيرة ستحسها مغبرة تحس حتى ريحتها ما ما تطيق هاش. بلت صيق هوني مش نصيق هدو. وبعد العشية العشية رجعت حالية البورت فيناتر حبيتها كنقعد بشرقة هو العشية الهني. لقيتها رجعت تغبرت قاعد هكا نغزره برا. شخليني ما عاد شكي قبل لنصيق. ما عارش تقصنا ولا يعني ما عارش. ما كان شكا قبل لك نصيق ديما. وديما نقعد البر. ديما ديما نقعد البر. حتى قبل لكي يجيو دارنا وكل ديما البر ديما ما نقعدش خاصة في الصيفة. ما نقعدش هدية في الصالة ولا حاجة ديما البر قاعد دولة. ما نقعدش في الصيفة. ما نقعدش في الصيفة. ما نقعدش في الصيفة. هاك البلاسة اللي تحس فيها دراب كلها كنحيتها. ما لبعض النباتات لبعض شي. المهم هكا كي تغزله وتحسي القاعد نظيفها. كيف يبدأ هو مصخ كيف يبدأ اللي ترسم مصخ ما ننشر شاني ينعطي الولادي ينعطي الراجلي كذا بيه ما نخرج لوش يلعب برشا عن نفسي اشتركوا العنية محلية هيك مضيف يشارك هيك بشتقعد العنية هيك تشرب قواه والله حبيتها كان وقعد فيه العشية ما اكتبش اكا هو كملنا ريتوا النباتات تحت التحتين دلاني هيك كيف نوما حيين عرفتوها والباقي هيك شيحين ان شاء الله مرة جاي نرجحهم نحطهم الكل تنشوف كيف يشب ننظمها نحط البلونتات لكل غاديكة انا حبيت هيك الترس الكل يبدأ مستخضر والله فرحت للمرة اللي فيتك مشاء وقتها الزراعة كالنباتات برشا قالولي نوعية هذيكة متاع الازهار تتاكل مع اسلطة اللي نبحالها استغربت الحقيقة اما ان شاء الله توكين طلعوا كل نشوفهم مني ملعنش معلها يتاكل ولا نزين بيهم ولا كيفاش هم مزينين محليهم اللي اللي الزراعة المريفين ان شاء الله يطلعوا ومكتبين انهم هما يطلعوا في يتحولوا في الشتي ويطلعوا في الربيع ان شاء الله ان شاء الله يطلعوا لي هيكة ونشوف الشخص كان يطلعوا بالحق يتهكلوا اصل منظرهم مزين على الاخر تقولوا الواحد هيكة زين اسلطة بالورد الحق ماريتش ماشيش قدامي معناها هيكة شكون هيكة معامل اسلطة بالورد لعمرها جت قدامي لحكا تنشوفوا ونقولكم كان هيكة نقولي ديما ناخذها البذرة هذيكة او كان منها زينة ومنها تزين لكل الطبق لاني جت رميت كل التن حطيتوا يطيب دوبة طيب السوس نار مي شوية هما دوبة يمس ناري اسخانة يطيب مفيش يروح لاني مش نهزل كراسي مش نعمل تصييقها هيكة تبرد على قلب الكوجينة خدت البارة حاستها تهلكتها تكدخولوا لخروج واني ننطيف الخبز لبرة ندركي فنية الدنيا حتى صبيت شوية مية مش كيف حطيت شوية بردوية هيكة كما في ناسا حطيت جافيل وصبيت في الكوجينة وقعت نحك فيها قص عليها الشارج لمحالة تليفوني طيح الشارج قعت نحك فيها حصلوا بالبي كحتلينة رجعت نظافة رجعت نظيفة نحك فيها كاملت البرتية هيديها وندخل على الصالة قلت اليوم هكا عملت التراس وصيقت الكوجينة وتلهيت بكوجينة وان شاء الله غدوة نعمل البيوت وبعد غدوة مثل نعمل الصالة خطر نحب نخرج البيوت من هاللي فرشتهم ما عملتهم مش هم نظاف الحقيقة بحكم عرفتو كي تعمل تنظيفة عميقة بنحي ردويتك زربيك نظاف مخصولين تحسها تقعد برشها الدنيا بيش تتمصخ طوما اللي يدخلوا يقراوا ما خرجتش البيوت تحسها نظيفة نجي حتى بيش نعملها نقول عليش نتعب فيه روحي نظيفة الدنيا وصراحة كتفرش دارك نقص عليك برشة تعب حتى تعملك اضرب اسبيراتور ترجع نظيفة ستقول لان نستعمل في الاسبيراتور في البيوت نستعملها كينف الصالة اوكا قلت اليوم نعمل كوجينة نعمل تيراس وغدوة ان شاء الله نعمل البيوت ومبعدها نعمل الصالة اما بحكم رضت شوية لحق ما ما عملتش البرنامج اللي هيك حبيت نمشي عليه كملت اعملت لها مسح هيكا بشة تشيح بالبيه راو برشة يقولولي سيرين شبيك الشقة مسحانة اللي تمسح بها الكوجينة تمسح بها الداء راو اللي بنت مش نفسها اني عندي تعرف قد عندي من واحدة خذرها عندي تقريب اربع خذر المشكلة انهم في الميكرو فايبر لون الخضر نلقى الوان مثال في مجازان عندها الوان ساعة مارلفات خيط زرقة ساعة ناخو وردية اما اغلب برشة الاكثرية اللي ناخو من عنده اللي بيع البلاستيك يبيع فيهم سبعة لاف ونص ولونها اخضر ديما اخضر عاملة برشة لاني انا عندي قطيكم اربع واحدة مخليتها حسيت هيكت هلكت واحدة عملتها للدار ما زلت كي شريتها متاع للدار بدوره اعطاتني كعبة ميكروفايبر زيتها خضراء واحدة خليتها للدار جديدة خليتها للدار والاخرى اللي شريتها قديمة خليتها للكوجينة واللي اعطت هيلي بدوره عملتها لل لل واحدة للكوجينة واحدة للدار اما هي ميش نفسها اما نحاول ديما كعبة غريو كعبة روز نحاول ديما كي نشري منشيش الالوين نفسهم اما ساعات نفطر كنمشي للي بيع البلاسيك نلقى عنده كاللخضن واللي ناخو الخضر اما هو كان نعرفها اماني نعرفها الواحدة اللي تبدأ هيكا نظيفة مثال متاع الدار نظيفة متاع الكوجينة تبدأ لونها هكا مبدل شوية نعرفها لونها كيف انه نفسه اذا فضلت ديما بالجافيل ديما بالجافيل ودار ما نمشيش بالجافيل قليل ونمش حيث بالجافيل خطأ تخليلي هيك ايكا تخليلي هيكا الخميش تحضل القاعم شبة اذا فضلت كونوا تبدأ بدا الكوجينة لونها هكا بهت شوية وفي الأخير هو ملكل منظاف تعرف دارك مضيفة او كالبيت البانو الواحد الساعاتكا ميحبش وشبهي تمسحها اللي بتبانوا وبعد تعدي عالدار وساعات ثانية نتطرر هيك نزر بنبدأ معديش معديش بش نمسح مثال ولا نمسح بنفسها من بعد نبدأ نخسل فيها نخسل نخسل ونعاود باش نكمل نمسح بها الدار وبالنسبة للمساحة أكل أخديتها المرة اللي فاتت ما عجبتنيش لبليتراه وما عجبتنيش حطها طرف تارفو في الشتيك نستعملها نحسها ياسر تعمل شعر ولا كيفيش تلقاني نمسح ونعاود نمسح ونعاود ما تلملكشك الشعر بالبي فما تبدأ تشوف فيه في القاعة هي صحيح معناك تبدأ تمسح بها تبدأ تقول يا ربي شنو هذا اللي طالع أما تحسها مش كيفين ميكروفايبر ميكروفايبر تحسها تلم الشعر ما تخليلكش تعاونك إنه الدنيا تبدأ البارتير يبدأ يلمع تحسها كالشعر وكل غبرة هديكة تبدأ يبدأ شعر صغيرة كايش تسمو الكل يلصق في الميكروفايبر الأخرى ليه تبدأ تمسح وتعاود تمسح وتعاود حاصيله ما نمسح صالتي إلا ما روحي تطلع هيا نحيتها قلت تونستعملها في الصيف بحكم الصيف الواحد ماذا بيه كاي يمسح وماذا بيه كاي يخطص في الميه وكل ما زاده كيف كيف ودنيا هيكة تتعرق ما استعملتهاش أصلا لوحتها لوحت استطل ولا لوحته دقيقة لوحتهم زي قاعدة قاعدة في الدراس بعد لوحتها الطريقة التقليدية خير برشا ملول نفحت عليها بعد حسيتها ياسر التعب بايا في الكوجينة يمكن توحلي الساعة كنبدا هيكة نشرف الميه منها توحلي في استطل ذاك كثير حاجة فدتني منها انو كي ملول تبدأ جديدة تبدأ محلاها وبعد كثر استعمال تولي توحل في كل واحد متعلمين ما ام ما عايش بتنيش بصراح حبيت حبيت هيكة استطل ونحط فيه للحب ونمسح واحد نجينا لهنية للبيت فرشتولهم الفروشة متاحهم و و وكا هو وشنا هنا في نطويلها باش لازمتني نمد تباشم تعشتيتة ما زلتني لحقيقة ولادي لا شتيت لهم ولا لبسلهم في السراو الأطوال ولا لبسلهم في كلاس لأسباب تمازالهم صيفين وشوارت وتركوات خل وتركوات معنا نصفيد وكل اما نحب نمد تباشم الشتي باش نعرف شنوها عندي شنوها ما عنديش خاطر عرفته لازم أكل لك غطصة في الفريب الواحد يشوف شنوها اللي لازم يشري شنوها اللي ما زل يجي قدهم ولا لا لازمتني في أقرب الوقت المدت مش هم تعشتي حب نعرف شنوها عندي معنا شنوها عندهم سراول شنوها عندهم تباش خاطرتها تخبيه نوعا تباش بعد كي تمد وتحسوي صغار أما ما زال نتصور في نوفمبر شتي أما نتصور أني قلت جمعة أخرى جمعتين لبس لهم سراول ولي لبس لهم سراول وسبادريات سألت سالم قتله واصحابك شنو لبسين قالي عادي لابسين لابسين شوارت وصندال معنا ما زالوا منبسون سبابط هي قلت بره ما زال عندي شوية وقت في إدايته وان شاء الله مدها جاي نمد لتباشر نشوف شنوها عندي شنو مش ناخذ وشنوها ديما سراول ديما فما نقص في السراول لازم ديك نمشي ناخذ لهم السراول وطريكوات الحق مش عارفة شنوها عندي ننسى يني تباشر جتي ننسى مكثرة عنا قدش من شهرته إن شاء الله إن شاء الله على قريب الدنيا هيك الدنيا تبرد إن شاء الله هيك واليوم شتين سعادة بصراحة لاني حبي تنعمل بيكم دورة صغرونة الدنيا كل راكحة وتحس هيك ريحة نظافة إن شاء الله خزانك تعمل تسيقها هيك بالجابيل وكل تحس الدنيا كلن ضيفة السوس حضرت قدوكم أني ضيبت على بكريت 9 ساعة العشرة كانت حاضرة السوس ولا قبل العشرة قدر نضيفة زيدة لاني روح أنس عمل دوش مطبيعة يعني كيف يجي واحد من صغاري مستحيم يخليش الأمارة متعم خلال بيب محلول هاوك هلك الفرش زيد واحد أخياره إنه يخلي دنيا كفما هي عمل دوش أنس وقعد يتفرر شوية بعد عنده كوم مقره يبش يقراها ولاني يجيت بش نهزل لاتباش حتيته يتخسل بش ننشره ونرتاح عليه جد لاني بش نحط الميم بتاع المقارونة يغلي ونكمل لنحضر لهم لفطور متاحهم وهذا هي فطورنا لليو تحسوها مستبضة شوية نطيب لحمرينيك ونعنش عاليش اليوم حبيتها بطماطم لك عب مش عارفة وحسيتها بنينا كهويني هيك نكون وصلت بيكم لإخل الفيديوه وكخدمتها معاكم بقيه وقلولي يزيم القهوة قلولي والله لبنت نحس هيك تنشطني خطراني عندي دور معناها تور آخر كما اقوله في العشية تور متاع عشية متاع قري صغار ندوش رديكا لسلمة ندوش السالم نفتو كل فما تور آخر للعشية لازمتني هيك ناخو شوية تاقة وقهوة اني نشربها واني نتحول سبحان الله راني نقول هيكا فاشلة اني نشربها ونتحول نتحول هيا على خير وبسلامة بس اتبرا لكم اشتركوا في القناة